لا تزال الخروقات الشبه يومية للهدنة الموقع بين الجانب التركي والروسي في السابع عشر من أيلول سبتمبر الفائت مستمرة بين الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية التابعة لجيش الاحتلال التركي من جهة وقوات النظام من جهة أخرى تنظيم حراس الدين المتشدد والذي يعد من أحد رافضي الاتفاق حول إدلب استهدف مواقع لقوات النظام ولمناطق تواجد مراكز روسية في ريف اللاذقية وحمى المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد باستهداف عناصر التنظيم مواقع في محيط منطقة كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي بالتزامن مع استهداف طال مواقع أخرى مماثلة في سهل الغاب بريف حمى الشمالي الغربي ضمن المنطقة العازلة منزوعة السلاح بدورها استهدفت ما تسمى الجبهة الوطنية للتحرير المشكلة بأمر تركي مواقع لقوات النظام في منطقة الصفصافة بالريف الغربي لحمى كما استهدفت بصواريخ جراد معسكرات قوات النظام في أبو دالي بريف إدلب الجنوبي بالمقابل استهدفت قوات النظام برشاشاتها الثقيلة مناطق في بلدة اللطامنة وقرية معركبة الواقعة في ريف حمى الشمالي المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فلاديمير سافيتشينكو أوضح أنهم رصدوا سبع عمليات قصف في عدد من قرى المنطقة من بينها نحشبا والصالحية إضافة إلى بعض أحياء وبلدات مدينة حلب وخلفت مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح وكان مركز حميمين الروسي أفاد الخميس الفائت بمقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام وجرح أربعة آخرين نتيجة لعملية قصف استهدف بها المسلحون قرية تلمرق بمحافظة حمى ودعا مركز المصالحة الروسي قادة المسلحين إلى التخلي عن استفزازاتهم وتسوية الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بطرق سلمية